يقول من أنزل في نهار رمضان بسبب التفكير حل بطل صومه؟ لا بسبب التفكير إن أنزل بسبب الاحتلام فلا يبطل صومه أما إن كان بسبب التفكير نعم يبطل صومه لأن السبب منه هو هو الذي يفكر الواجب عليه أن يقطع التفكير فإذا استمر في التفكير وأنزل فهو المتسبب فلا يبطل صومه